النازحون من غرب تقراء الذين يحتمون في مدينة عديقرات يقولون أنهم يواجهون تحديات هائلة بسبب عدم توفر الغذاء والضروريات الأخرى في المخيم حتى لو حلوا السلام فإنه سلام نسبي ما زلنا نواجه تطهيرا عرقيا ولا يوجد مكان لكي ينام عليه النازحون ولا يزال هناك جوع بسبب نقص في الغذاء وهناك أمراض أيضا ويفيد النازحون أنه على الحكومة الفدرالية بأن ترزعهم إلى أرضهم كما ترون هناك طلاف في جانب واحد ونازحين في الجانب الآخر فلذلك هم مختلطون مع بعضهم البعض والمدارس في وضع صعب ليسوا قادرين على فعل شيء لا يستطيعون مطالبة النازحين بالمغادرة إلى أين سيذهبون وكيف لنا أن نطلب منهم أن يغادروا وهم جزء من الشعب مرت أشهر منذ أن قالوا أنهم سوف يعيدون إلى منزلنا ولكننا ما زلنا هنا نحن عاطلون عن العمل وهذا يزيد من حزننا ولكن إذا تم إعادتنا سيرجع الطلاب إلى دراستهم وسيعود المزارع إلى زراعته وسوف يقوم الجميع بعمله وهذا هو ما أطلبه على الجميع أن يعودوا إلى أراضيهم والعالم أن يرى ما يحصل ويعيدوننا إلى ما كنا عليه وفي الختام يقول النازحون أن مع توقيع اتفاقية السلام لا زال التطهير العرقي مستمر في أنحاء تدراي ويتمنون من الحكومة أن تكون قادرة على إيجاد العدالة لهم ترجمة نانسي قنقر